وعلى صعيد التطورات السياسية أعلنت الرئاسة الأوكرانية موفقتها على إجراء محادثات مع روسيا في منطقة على الحدود مع بيلاروسيا وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن وفدها سيلتقي نظيره الروسي بدون أي شروط مسمقة في حين أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الهدف من لقاء الروس هو الاستماع إليهم والسعي من أجل السلام دون التخلي عن شبر واحد من الأراضي الأوكرانية لكن الرئيس الأوكراني استبقى المحادثات بالقول أنه لا يؤمن بأي نتائج محتملة لكنهم سيقومون بها على أي حالة من جانبي أكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الاجتماع سيرجي اليوم وأن الوفد الروسي متواجد في المكان المخصص للمحادثات ويضم وزارتي الخارجية والدفاع وإدارة أخرى بما فيها مكتب الرئاسة في مشارة الخارجية الروسية إلى وصول الوفد الأوكراني أيضا